اشتركوا في القناة حيث تم استعراض نتائج الدراسات لاستكشافية بالمناطق المستهدفة تأكد من صلاحية التربة ونتائج الدراسات بشأن توفر المياه الجوفية بهذه المناطق قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف التشابكات المالية تأتي في اطار التدخل لازالة التشوهات العالقة في الاقتصاد منذ عقود جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف اجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على الانتهاء من هذا الملف نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقديم وزارة التموين منحا مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الالكتروني للوزارة ونوه المركز الى ان الموقع الالكتروني الذي تداول تلك الاخبار مزيف وغير تابع للوزارة مشيرا الى استمرار تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتراوح ما بين 100 الى 300 جنيه والمستفيد بها اكثر من 10 ملايين اسرى مقيدة على البطاقات التموينية اعلن مجلس الامة الكويتي تأجيل جلسات المجلس للاول من مايو المقبل وذلك لعدم صدور المرسوم الاميري بتشكيل الحكومة الجديدة كان قد صدر في الخامس من الشهر الماضي امرا اميري بتعين الشيخ احمد نوافل احمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وقضت المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان مجلس الامة الكويتي لبطلان مرسوم حل المجلس وبإعادة مجلس 2020 اعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كوردستان العراق مصرور بارزاني الاتفاق على استئناف تصدير النفط الخام من اقليم كوردستان العراقي الى الخارج وخلال مؤتمر صحفي اكد الشياع السوداني ان الاتفاق يأتي ضمن جهود حكومته حكومتي بغداد واربيل لمواجهة المشكلات العالقة مؤكدا ان ايقاف تصدير نفط الاقليم يسبب دررا بالغا على العراق توعد الكريملين بتخذ اجراءات مضادة بعد انضمام فنلندا الى حلف الشمال الاطلنطي وصفا توسيع الحلف بانه مساس بامن روسيا من جهته قال وزير الدفاع روسي سرجي شواجو ان انضمام فنلندا للحلف يزيد من مخاطر النشوب صراعا واضح واضف شواجو ان بعض المقاتلات العسكرية تابعة لبيلاروسيا اصبحت الان قادرة على حمل رؤوس حربية نووية ختام موجز الثالثة دمتم في رعاية الله